تقول السائلة بأنها امرأة متزوجة من رجل كبير في السن وهو لا يحسن الوضوء والصلاة هل يجوز لها أن ترفع صوتها على زوجها لكي يحسن الوضوء والصلاة؟ إذا كان ما يسمع تربع صوتها حتى تسمعه أما إذا كان يسمع فلا حاجة إلى رفع الصوت تكون بهدوء ويكون بصوت منخفض وترفق به أما إذا كان ما يسمع إلا برفع الصوت فإنها ترفع صوته في تنبيهه وتعليمه